اعتبروا أن الجد مكان الأب فالجد الذي يلي أمر الوصاية هو الأب للأب يبقى الجد من ناحية الأب قالوا بأنه في العرف وما تعرف عليه الناس أنهم يقولون أبو يفولان يعني هو الأب مكان الأب إذا توفي وهو الذي يقوم بتدبير الشؤون والأحوال ثم يكون من بعده العم طيب لما كان الجد هو علشان العرف بيقول أن الجد قائم مكان الأب هيبقى لابد أن يلي الوصاية لابد أن يلي الوصاية الإمام ابن تيمية لم يقل بذلك لم يقل بذلك وبعض الأئمة وأقوال الأئمة قالوا بأن الوصية تكون لمن أرجح عقل وينمي ويزكي هذا المال ويحافظ عليه أينما وجد هذين الشرطين فقل الوصية لفلا إذا كانت الأم تحسن هذا العمل تدبير والتنمية وهذا التدبير فلما لا؟ عندي أم دكتورة في الجامعة عندي أم وزيرة إزاي أحرمها من الوصاية يا فندم على أبنائها وأترك الوصاية للجد وقد يكون الجد هذا حتى يعني تعليمه بسيط أو تقدم به السنة أو أصبح غير قادر على القيام بأعباء طيب خلي